في عندنا برضو حاجة كاركتريستيك بقى للسبيرال CTE حاجة بسميها البيتش. البيتش هي الريشو between the displacement of the table with the patient on it and the thickness of the scanned layer for one revolution of the scanner. يعني ايه كلم ده؟ يعني باخد مسلا البيتش بتاعتي عبارة عن لامدة على السلايس width بتاعتي السلايس thickness بتاعتي بتساوي كهان. اللامدة دي عبارة عن relative travel of the spiral described by the describe by the tube as it moves around the test object in millimeter per radian. يعني دلوقتي يعني كل ما بلف يعني دلوقتي في عندي حاجتين بيلفوا يعني بتحركوا. في عندي X-ray tube بتلف كده. والتيبل بيتحرك بطريقة الينيار لجوه. انا دلوقتي عايز اشوف بتحرك بالتيبل بتاعي كم مليميتر قصاد وان ريديا من ايه؟ من الـ من التيوب بتاعتي انها تتحرك في الـ circular path بتاع. اوكي؟ فبيبقى ده عبارة عن مليميتر في الـ radian. وباسيكلي البيتش دي كل ما صغرت كل ما كان طبعا بالنسبة لي اقدر اعمل final spiral. وطبعا مهم جدا بالنسبة لي طبعا ان انا برضو اقدر اتحكم فيها علشان اقدر اجيب slices تبقى narrow لو انا عاوز او يعني thinner slices في الـ spiral بتاع او الـ spiral دين resolution عالية. وفي الوقت نفسه ممكن اخليها بعد كده اقل من كده لو انا عاوز بحيث ان انا اعمل scanning بيبقى استرى لو انا عاوز مش محتاج ان انا اخلي الـ resolution بتاعتي في الـ slide thickness تبقى زيادة.